المشروبات الغازية والمياه أغلى من المنتجات النفطية المعادلة الحسابية والرقبية تقول ذلك باعتبار أن سعر الخام ولتر الخام يساوي 18 سنت باعتبار أن برميل النفط يساوي 27-28 دولار نأخذ الدول الأعلى سعرا في العالم النرويج مثلا فيها لتر البنزين يباع بدولارين واربعة سنتات لتر المياه بدولار وستة سنتات ولتر المشروبات الغازية بتسعة دولارات إذا أخذنا هذه المقاربة نجد أن لتر المياه يمكن أن نشتري به 0.8 لتر بنزين ويمكن أن نشتري به 9 لترات من الخام لتر واحد من المياه في النرويج لتر المشروبات الغازية في النرويج بتسعة دولارات نستطيع أن نشتري به 4.4 لتر بنزين وأن نشتري به 50 لتر من الخام بذات السعر وهنا تكمن المفارقة دعونا ننتقل إلى هونغ كونغ هونغ كونغ مثلا لتر البنزين فيها بحوالي دولارين 99 سنت لتر المياه بدولار لتر المشروبات الغازية بثلاث دولارات دعونا نقف على لتر المياه الذي من الممكن أن نشتري به نصف لتر بنزين ومن الممكن أن نشتري به خمسة ونصف لتر خام بسعر المياه في النرويج في هونج كونج أما لتر المشروبات الغازية في هونج كونج فهو بثلاثة دولارات نستطيع أن نشتري به خمس لتر من البنزين وأن نشتري به سبعة عشر لتر من الخام هذا فيما يتعلق بالدول الأعلى سعر للبنزين لكن الدول الأقل سعرا للبنزين دعونا نتحدث عن فنزويلا واحدة من أقل الدول سعرا للبنزين في العالم لتر البنزين بثلاثة سنتات لتر المياه بدولار لتر المشروبات الغازية بستة دولارات المعادلة تقول أن لتر المياه زد دولار يمكن أن نشتري ثلاثة وثلاثين لتر من البنزين وأن نشتري ستة لترات من الخام هذا في فنزويلا والمشروبات الغازية في فنزويلا اللتر منها بستة دولارات نستطيع أن نشتري به مائتين لتر من البنزين وثلاثة وثلاثين لتر من الخام نشتري به مائتين لتر لأن فنزويلا الأرخص سعر للبنزين في العالم السعودية لتر المشروبات الغازية بدولار وسنتين لتر المياه بأربعين سنت لتر البنزين بعشرين سنت المعادلة تقول بأن لتر المياه في السعودية نستطيع أن نشتري به 2 لتر بنزين وأن نشتري به 2.2 لتر من الخام لتر المشروبات الغازية في السعودية بدولار و2 سنت نستطيع أن نشتري به 6 لتر من البنزين وأن نشتري به 6.6 لتر من الخام إذن وفق هذه المعادلات تبقى المشروبات الغازية والمياه أغلى من المنتجات النفطية